اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية اعلنت الحكومة المغربية تفعيل مشروع التغطية الاجتماعية الشاملة للمهنيين غير المستفيدين من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتشمل هذه المرحلة مهنيي قطاع الصحة التقليدية غير الخاضعين للضريبة حيث حددت قيمة مساهمة مهنيي هذا القطاع بسبعة عشر دولارا تقريبا وبحسب المراقبين فإن القرار سينخفف من معاناة ألاف من الأسر المغربية غير المستفيدة من التغطية الصحية بالمقابل تطالب جمعيات عمال المطاعم والمقاهي بالتعجيل بدمجهم في البرنامج الوطني للتغطية الاجتماعية هم أيضا هنا داخل هذا المحل يدير الطاهر عجلة آلة الخياطة هذه منذ سلسين سنة بحثا عن قوة الأبناء في ظل غياب أي تغطية صحية الطاهر يبدو اليوم سعيدا بقرار الحكومة تعميم التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية جاءت في الوقت دياله لأنه صراحة فرحنا لأنه أغلبية ديالصنع تقليديين مريضين مرض مزمين لا العينين لا سكر إلى آخره ولكن جاءت هذه التغطية الصحية في الوقت دياله المناسب لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لفاطمة فالاقتطاعات المقررة تفوق إمكانياتها المادية كل ما كانت في الجائحة كانت في مقدور ديالنا دابا شوية الظروف قسحة شوية بالمقابل يطالب مهني والمطاعم والمقاهي بالتعجير بدمجهم ضمن برنامج التغطية الاجتماعية كما باقي القطاعات نتمنى على الله سحاب القهاوي والمطاعم نتمنى على الله أن يدخلوا في هذا البرنامج للتغطية الصحية حيث هم تشكلوا مجموعة كبيرة لا التجار ولا المقاهي ولا المطاعم يعني لدي العاملة كثيرة ولكن نتمنى على الله هم يديروا الباديرة وتجلوف التغطية الصحية وتقول الحكومة بأن تعميم التغطية الاجتماعية على مهني قطاع الصناعة التقليدية خطوة أولى ضمن خطوات ستشمل مختلف القطاعات تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء ويتعلق الأمر بسائق سيارات الأجراء الحابلين لبطاقة سائق مهني والفلاحين والصناع التقليديين غير الخاضعين للنظام المساهمة المهنية الموحدة ولا للنظام المقاولة الداتي ولا يمسكون محاسبة وتنذر جواد الخطوة في إطار برنامج وطني يروم شقه الأول تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبغض النظر عن النقائص التي تعتري نظام التغطية الاجتماعية إلا أنه يبقى خطوة مهمة للتخفيف من معاناة كثير من الأسر المغربية التي تعيش دون أي ذمنات صحية كريم القرقوري قناة الغد الرباط ينضم إلينا من الرباط رشيد أراز الباحث بالاقتصاد السياسي بالمعهد المغربي للتحليل السياسي أهلا بك معنا في حصة مغاربية سيد أراز لو تحدثنا أكثر عن هذه الفئات التي سيشملها مشروع التغطية الاجتماعية بالتحديد التغطية أو التأمين الصحي وما ضوابط حصولهم على هذه الخدمة شكرا على الاستدافة طبعا في نهاية المطاف كما جاء في تقريركم فالتغطية الصحية وهذا المشروع سيقوم بتغطية كل الفئات كل المهن تقريبا غير المراجين سواء داخل الصناديق الموجودة حاليا والذين لا يقوم صندوق الوطني الدمار الاجتماعي خصوصا بالنسبة للفئات الأجراء بتغطية سواء مصارفهم الصحية أو أيضا التقاعد وأيضا سيشمل الأمر ربما في وقت لاحق حتى من يفقدون العمل خصوصا الأشهر الأولى ربما يتم هناك الحديث الآن عن ستة أشهر الأولى بعد فقدان العمل طبعا هذا مشروع ضخم وكبير جدا وفق إنجازه تقريبا ثلاث أربع إلى خمس سنوات حسب السياق العام الذي سيكون في الاقتصاد حسب أيضا الإكراه الأول والكبير والضخم الذي يواجه هذا المشروع غير ما جاء في تقريركم وهو مساهمة الدولة يعني الجانب المالي للقيام بهذا المشروع وتنزيله وتطبيقه وأيضا كيف سيكون يعني من طرف المواطنين العمال المهنيين غير المراجين الآن في الصناديق الحالية كيف سيتعاملون مع هذا النظام كيف ستتطور يعني نفقاته خلال السنوات القادمة سيعطي صورة عن مدى نجاح أو فسل المغرب لكن بالفعل أن الدولة تساهم مثل ما قلت سيد أوراز في يعني هذا المشروع مشروع تغطي الاجتماعي ولكن في النهاية الخدمة الصحية التي سوف تقدم للفئات التي نتكلم عنها ويغطيها هذا المشروع لن تكون خدمة مجانية كيف تم حساب القيمة المالية التي سوف يتم دفعها من قبل المواطنين للحصول على هذه الخدمة الدولة طبعا ستساهم وأيضا الذين سيتم إدماجهم في هذا النظام سيساهمون لكن طبعا مساهمة الطبيب الذي يشتغل بالقطاع الخاص ولديه عيادة ليست هي مساهمة سائق سيارة أجرى وليست هي مساهمة من يشتغل بصناعة تقليدية وبالمقاهي ستختلف هناك يعني أظن أقل مساهمة هي كما جاء في تقريركم 17 دولار ثم بالنسبة للأطباء تم تحديدها تقريبا أعتقد 40 أو 50 دولار ثم أيضا بالنسبة إلى الدولة ستقوم بإتمام مساهمة بعض الفئات خصوصا التي دخلها جدا متدني طبعا كما في أنظمة النظام الذي الخاص الآن بالموظفين والأجراء المسجلين أو الموظفين المسجلين في صناديق العمومي الدولة التي تقوم بهذه المهام بالنسبة إليهم وأيضا بالنسبة للأجراء فيما يخص الصندوق الوطني الدمار الاجتماعي فالتعويض لا يكون 100% لأن لو كان التعويض 100% فنحن لا نضمن هنا أن كل شخص لا يقوم بطلب خدمات صحية ورعاية صحية لما يكون أحيانا دون الحاجة إليها سيتم استنزاف هذه الصناديق لبالتالي فالمصاريف أيضا تتحملها مناصفة أو إلى حد ما حسب كل فئات أيضا قد تمتد لطاقية 80% ولكن دعني أعود بك إلى القيمة المساهمة المالية التي يدفعها أو المستحق على المواطن 17 دولار بالعملة المحلية نتحدث عن 130 أو 150 درهم أليس كذلك أم كامل مبلغ درهم نعم نعم بالتالي سيد راز المواطن المغربي من تلك الطبقات الكادحة والشرائح الكادحة هل تعتقد أنه بإمكانه أن يوفر هذا المبلغ شهريا خصوصا وأن هناك متطلبات وهناك هذا المبلغ شهري طبعا طبعا هذه هي المشكلة هناك بعض الفئات الآن تطالب بأن يتم إعفاؤها من هذه المساهمات وفي نفس الوقت تريد أن تستفيد من هذه الخدمات خدمات الرعاية الصحية بالخصوص بالتالي فنحن أمام مشكلة حقيقية فإذا تم إعفاء بعض الفئات أو بعض المهن فقد يؤدي ذلك إلى بعض المشاكل لأن أنا أطرح السؤال هل الدولة قادرة على أن تقوم بمراقبة كيف يتصرف ملايين المواطنين مع هذه الخدمات ومع هذا المشروع هذه هي أسئلة الحقيقية لأن هذه المشاريع عادة حتى في البلدان متقدمة تعاني من مشاكل حكامة مثلا فرنسا فهناك مشاكل ناس كثيرة تستفيد من هذه الأنظمة الاجتماعية ثم تحاول لالتفاف وتستفيد بطريقة غير مصروعة تسجل نفسها على أنها غادرت عمل تحصل على تعويضات إلى غير ذلك مشاكل كبيرة بالنسبة إلى هذه الفئات فإذا قامت الدولة بيعفاء مثلا فئة معينة وبالمناسبة سواء المساهمات مساهمات الدولة تختلف حسب الفئات بالتالي فكل فئة لديها يعني لأن دخل كل فئة يختلف من فئة إلى أخرى أنت ذكرت تقريبا الفئات الدنيا هم الآن يقولون بأنه في سياق الكوفيد والأزمة التي تعرفها قطاعات معينة مثلا قطاع السياحة لم يشغلوا لمدة سنتين ونحن في المغرب الآن هناك مرة أخرى إغلاق اقتصالي بالتالي فالتالي يطالبون كثير من المهنيين أصلا يحصلون على تعويضات الآن من طرف الدولة هناك كثير من التحديات التي يمكن أن تواجهها شكرا جزيلا لك من الرباط رشيد وراز الباحث في الاقتصاد السياسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسي شكرا لك